نفذت مؤسسة خليفة بن زايد آرين هيان للأعمال الإنسانية المرحلة الأولى من توزيع سلال الغذائية الإغاثية في الصومالة حيث تم توزيع 824 طن من المواد الغذائية الأساسية على 6000 أسرة صومالية في ولاية جوبلالاند والمناطق التابعة لها بما يعادل 30 ألف شخص وقد نفذ فريق من المؤسسة المرحلة الأولى من الإغاثة من خلال الزيارات الميدانية والاطلاع على أحوال المتضررين وتوزيع المواد الغذائية على العائلات والمحتاجين الذين يعانون أوضاعا إنسانية صعبة فيما أوصل فريق المؤسسة بعض السلال إلى المستفيدين داخل سكنهم نظرا لمرضهم وظروفهم الصحية الصعبة في لفتة إنسانية لقت استحسان مسؤولي وأبناء الشعب الصومالي الذين أشهدوا بمواقف الإمارات الإنسانية